السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هي الحلقة الأخيرة من Clash of Claims أو صراع الادعاءات ما بين بطل العالم السابق فلاديمير كرامنك وواحد من ضحاياه أو نقدر نقول واحد من اللي ماتهمهم أنهم بيغشوا أونلاين وأن ما فيش علاقة من مستوى أونلاين أو على النت يعني ومستوى الحقيقي على رؤية الشطرنج في عجالة خليني أقولك أن الإيفنت اللي تعمل في مدريد في أسبانيا في البداية كان 36 مباراة نصهم هيتلعبوا على رؤية شطرنج ونصهم أونلاين في البداية كان الاتفاق 3 دقايق بلاس 1 مع ثانية علشان يحاكي البطولة الأونلاين اللي بتتلعب اللي اسمها تايتل تيوسدي وبعدين كرامنك قال لا أنا عايز هتبقى 3 زائد 2 3 زائد 1 دي سريعة جدا يعني يلعب النقلة المفروض تاخد ثانية تاخد ثانيتين وقته ما بيزدش بشكل كويس وقد صدق على ذلك الحكم الدولي اللي كان واقف بيتفرج على جهاز كرامنك فقرروا يلعبوا مجموعة كبيرة من المباريات على رؤية الشطرنج في اليوم الأول وانتهى اليوم الأول بنتيجة 6 أربعة كما تم تقليص عدد المباريات إلى تلاتين مباراة مش مش ستة وتلاتين وعايزين نجيب اتنين كمبيوتر يتفتحوا قدام عينينا ومحدش يكون لعب فيهم قبل كده اتقاءا للهاكس والاختراقات والحاجات دي سيبك من كل هذه الدراما في اليوم الثاني استطاع مستر مارتينيز ان هو يقلل الفارق من 6 أربعة يخليه تقريبا 7 ونص 6 ونص يعني هما لعبوا 14 مباراة في أول يومين واتفقوا ان اخر يوم هيلعبوا 10 مباريات على النت بس 10 مباريات اونلاين فأصبح مجموعة المباريات 24 مباراة ماشي مش 30 يعني طيب اول مباراة هعرضها عليك المباراة قبل الاخيرة اللي هي المفروض المباراة رقم 7 اللي حصلت في اليوم برضو هعرضها عليك والمباراة الاخيرة اللي هي المباراة رقم 8 لان هما ما كملوش 10 مباريات لسبب ان هحكيهولك جمان شوية برضو هعرضها عليك هل انت جاهز؟ يلا بنا لايك لذيذ اشترك في القناة وخليني بس اطرح تساؤل هل فعلا كرامنك راجل كبر وخرف وعايز يعيد الاضواء لنفسه؟ ولا هو فعلا عنده مستوى شطرنجي ممتاز زي وزيهم مش فارق عنهم حاجة الشباب الصغير وانه فعلا عنده حق يتهمهم بهذا الاتهام فرج على الحلقة وجوابني في التعليقات المباراة الاولى الكمبيوترية مش المستوى الكمبيوتري لا الا على الكمبيوتر بقى في اليوم الثالث بدأت بكرامنك يلعب بيدا وزير ويكرر الكاتلان اللي هو وانوف دا ماسترز اوف كاتلان في العالم وصاحبنا غير من اليوم الاول اللي كان بيلعب فيه بيشب هنا وبعدين نايت سي سيكس وبعدين يضرب الوسط بإي فايف الى هذه الكيش احد اللاينات اللي بيستخدمها الشباب هانز نيمن كان معتمد هذا اللاين لأدي كيش الاول احط القطع في اماكن غير طبيعية وارجع تاني بس المرة دي مارجعش تاني في اليوم التاني من هذه البطولة كان بيرجع النهاردة هو حضر الـ بيشب جي تو تبييت والان كوين سي تو لو انت ناوي تاكل يا عم انا حميت البيدأ بتاعي بيشب باك تي اي سابن خلاص الفي عمل اللي عليه وخدنا مساحة هنا مفيش مانع تبييت نايت بي دي سابن روك دي وان سي سيكس بيشب باك سحب الفيلين عشان الحصان لما يجي ما يبقاش جاي عايز ياخد امتياز الفيلين بي سيكس عايز يكمل انتشار دي هذا الفيل نايت بي دي تو بيشب بي سابن وضرب الوسط بالـ اي فور روك سي ايت نقلة انتظاريئة يعني نقلة نقلة بجيب القطعة لما تلعبش تلعب وسايب التوتر في الوسط اي فايف انا خدت المساحة بدم سمحتلي بيها هصبر عليك والان نايت اف وان رايح فين يا كرامنك رايح اي ثري اكمل ضغط على الوسط بهذا الشكل نايت سي سابن نايت اي ثري ضرب الوسط بسي فايف يا سلام الشكل ما زالت عدولي على الانجن والان كرامنك يجيب نقلة في ست ثواني الاولى على الانجن نقلة جميلة كوين اي تو فكرتها ان الوسط ده بدأ خلاصي يعني يتضرب بسي فايف وهيتفور فخليني احميه بشكل غير مباشر ازاي بعد بيدق في بيدق اكل والبيدق ده الان ببلاش فبعد ما يتاكل انا هضحي ارجع بيدقي وارجع قطعتي هات الوزير يتحرك الوزير جي سيكس سلامه عليكم الفيل يرجع ويتحمي عشان اقدر اكل دلوقتي بيدق في بيدق بيشب تي سي ثري بيشب باك تي جي سافن وكان عند كرامنك انه ينتش البيدق ولما تاكل يرمي النقلة الفضيعة دي على الهوى عايز الوزير وعايز قطعة لازم تاكل وانا اكل بكيش وارجع الماتيريال بتاعتي ومعايا بيدق كامل زيادة وملك سيء لكن كرامنك لعب نايت اي تو والان بعد ما طلب الوزير الوزير مشي كوين اي تو عايز بقى ياكل بيدق في بيدق بقى عشان مشي عن الربطة اكل اكل والان لعب نايت اف فور كل بقى لا مكلش لعب الرخ هنا كرامنك اكل ده بيدق كامل ببلاش انا مش فاهم فيه وبدأ يحمي البيدق بتاعه كرامنك والان يعرض تكسير وزراء وتم التكسير فعلا اخذ العمود المفتوح ونزل للصف السابع وهنا تلعب ايه لو كنت مكان مارتينيز تسعة وثلاثين ثانية مع وقت العب كده مثلا هذه الكش لا تضر لاني هاكل ولما تاكل حاسب رخك لكن مارتينيز لقب روك اف فايف تاريكا هذه الكش ببلاش وخسر رخ كاملة في المباراة الاولى في المباراة رقم سبعة مارتينيز هيلعب بالابيض وهيقدم شطرنج انت اقول لي رأيك برضو بيدق ملك هيقابل الفرنسي وهيلعب تفريع تارش سي فايف نايت بيدق في بيدق اكل انتشر ربطه كسر الربطة عمل للاسود بيدق يبدو متأخر بس عادي ممكن يتدفع عادل فيل الى الوراء خلي بدك لو انت كلت البيدق ده بقى سيء جدا بحاجة وشة وبالتالي فكرة الابيض اني اجبر او او ادفع الاسود انه ياكل سواء هنا او هنا اتشي ثريل ان البيدق كان مطلوب والان نايت اف سيكس روك اي وان تبييد سي فور قوية الان لو كالت كده الدنيا وحشة عشان البيدق الضعيف وكذلك لو كالت الجنب التاني واحتمال اكمل ضغط على هذه النقطة بحيث في الاخر تاكل ببيدق يبقى ببيدق ايه معزول مثلا جاب الرخ في المباراة كوين اي تو والان اي فايف بيدق في بيدق بيدق في بيدق بيدق في بيدق يلا يا كرامنك خد البيدق لا انا من الاول المباراة دي او من اول الايام بتاع هذا التحدي وانا بلعب روك اي ايت احمل بيدق اللي في الوسط ده ما بستعجلش على اني ارجع البيدق بعد ما احمل بيدق ده كويس ببدأ اطلبه تاني بقى البيدق اللي هو ايه اللي انا اللي انا كنت سايبه روك دي وان نتيش البيدق ودي كانت بلندر حد عارف بلندر ليه علشان ايوه نايت اي فور الان التهديد اني ااكل بكش واخد وزيرك حتى لو حميت كده اه باكل بكش تاكل وديك فيل في بيدق واكل وزيرك تك كير فالامور هنا مزعجة فلازم تاكل ااكل هات الوزير يتحرك الوزير على الرغم من ان قطع لسويت كلها في الوسط كل قطع في الوسط انتشار ممتاز الا انهم عرضة للضربات من الفيلة الارخاخ جات في الوسط بس دايما اا مطلوبة هات الرخ احسن نقلك وتتمشي كده وانا اقول لك هات الوزير وتمشي وبعدين اضحي واخد القطع اللي كانت محمية بالوزير الوزير هنا overloaded عايز يحمي هنا ويحمي هنا اللي حصل في الموتش بعد بيشب جي 5 كان بيشب اي 7 والان بيشب باك تي 3 هات البيدق كان افضل انك تلعب بيشب دي 5 ولما يمشي تلعب بيشب تيكس بونتكس وتستغل لهذه الربطة السخيفة فتلعب بيشب سي 6 وتبدأ تجوز والربطة دي هتكسبك حاجة لكن بيشب باك لعيبة هات البيدق دوفي على البيدق والان اخد العمود الاخر هتلينا الرخ يا عم انت بتعمل ايه يا ابن بتعمل ايه مش معقول برضو القطع جد في الوسط والمنظر ده عرضة للضربات رخ نزلت 7 مشي جوز سقط البيدق بس دي كانت بلندر بيشب سي 6 لعبت الان لكن الانجين بيرشح روك تيكس روك تيكس روك تيكس روك تيكس ووزير F5 عايز قطعة وعايز مات في 2 ما شافهاش مارتينيز لكنه طلب الرخ فصاحبنا ام طالب الرخ لكنه قفل على رخه فلعب بيشب دي 5 هات هنا وهات الوزير لم يجد كرامنك حلا لذلك الا انه يضحي الوزير وبعدين ياخد الرخ وبعد هذه النقلة نفس للملك طبعا هنا هنا لو انت عملت كده مثلا بس بوريك الفكرة وزير في فيل ياكل ياكل يغطي ياكل يعمل كده متات عشان ما تاخدش ما تاخد افتح نفس بس This is completely winning فتح نفس والان بعد روك دي 1 ينسحب الاسود في قد ايه في 33 نقلة بصراحة مباراة في منتهى القوة لعبها مارتينيز اظهرت فهم الشطرنج العميق ونأتي للمباراة رقم 8 من اصل 10 مبارايات انلاين وهي المباراة التي لعبت بينهما اخر مباراة ما تلعبش التسعة ولا العشرة ليه عشان اللي هتشوفه دلوقتي جدير بالذكر ان النتيجة حتى الان 14.5 11.5 لصالح مارتينيز لا تسألني بص البث المباشر كله بالاسباني واللي مغطي الحدث بيقعد يلفه ويدور والتفاصيل مش باينة الا لو انت قاعد في وسط المسائل التقنية يعني ازاي 14.5 11.5 وانتو لعبتو 14 مطش ولسه 10 مطشات يبقى المفروض دي اخر مبارهة تلعب بيدق وزير من كرامنك وهيلعب الكتلان وهيتكرر اللاين بتاع الكيش يغطي يحمي البيدق ينتشر تبييت يحمي بيدقه اللي على السيفور الفيل يعمل اللي عليه ويرجع تبييت يكمل انتشاره بيشيب جي 5 لعبت الان بدلا من روك دي 1 بيشيب اي 1 وبعدين نايت بي دي 2 اي 4 اللي تلعبت في المبارهة القولى اللي واردتها لك المرادي بيشيب جي 5 اتشي سيكس سؤال للفيل اتداله امتياز الفيلين ولعب روك دي 1 سي 6 نايت سي 3 والان اي 4 ايه الكوميديا دي ايه اي 4 دي غريبة اي 4 ليه مارتينيز مع 3 دقايق و14 ثانية ده اونلاين فتقريبا كان عامل بري موف هحكي لك قصة المبارهة دي كمان كان متوقع مثلا اي 4 مثلا كان متوقع اي 4 او يمكن متوقع نايت بي دي 2 مش نايت سي 3 او متوقع نايت بي دي 2 الان اي 4 ممكن تتلعب عادي لكن عشان طول عمر كرامنك بيلعب نايت بي دي 2 ما بيلعبش نايت سي 3 فلما لعبها واضح ان صاحبنا كان عامل بري موف للدفعة البيدقية فكرامنك اكل وخد البيد وتستمر القصة في ان كرامنك ياوت بلاي هز اوبوننت خلي بالك هو اخد قطعة دلوقتي ام طالبه ام ماشي ام واكل ام واكل قطعة كمان ام واكل مشي اكل اكل تنتهي القصة على ان كرامنك مع قطعتين مقابل روخ روك اي 7 هات الوزير يسيب ويمشي كوين ضاغط على البيدق حمل بيدق جوز على العمود المفتوح وكرامنك يلعب بيشب اف وان وينتظر نقلة الخصم خلي بالك بيشب اف وان بص على وقت كرامنك ايه ده الحقيقة ان كرامنك لعب بيشب اف وان وسيظل معاه على الشاشة 23 ثانية عادي بعد ما 23 ثانية بتوعه يخلصه يظهر له انه فلج وان الاسود كسب طب ايه اللي حصل في الحقيقة اللي حصل ان الاسود لعب كوين اي 5 والسيرفر ما سجلش النقلة السيرفر بتاع تشيز دوت كوم ما سجلش النقلة يعني ما راحتش للجهاز الاخر بتاع بتاع كرامنك هل ده طبيعي مشكلة تقنية بعدها كرامنك يرزع الماوس كده ويقوم منع الكرسي يقولهم ده تهريج والدراع بايز لا مش بص عشان ده مش اف فيه على فكرة مش موضوع الدراع بايز يعني اللي هو زي ما تلعب مع صاحبك في البليستيشن وانت قاد تقطع فيه ففي الاخر يقول لك والله العظيم الدراع بايز حي شغلة اطفال يعني ما اعتقدش ان دي الحقيقة ده رأيي الشخصي طبعا رأيك اكتبه في التعليقات متقبل وبيشدة ايا كان انت شايف الموقف ازاي انا شايف ان الموقف ان فلاديمير كرامنك اللي بيلعب الشطرنج فور فان وبعيد عن الشطرنج الاحترافي وسنه اقترب من الخمسين سنة المفروض ما يقدمش هذا الشطرنج الرائع ضد لاعب شاب مركز في الشطرنج فقط بيسافر لعب بطولات بشكل مستمر ماينفعش يكون فيه ماتشنج للسكور خصوصا في البليدز ده رأيي الشخصي المفروض يكون مثلا كسبانه فرق خمسة ستة انما على رؤية الشطرنج بعيدا عن الانلاين كرامنك كان مقدم اداء اسطوري وكان الفرق رايح لكرامنك فرق نقطة بعد يومين ده معناه ان كرامنك جامد جدا لما راحوا للانلاين بدأ يباني الفرق وكمان كرامنك عنده حساسية من الانلاين شايف ان تشيز دوت كوم عاملين عليه يعني حملة شعواء وان هم بيحربوه وان فيه مشاكل فضيعة وان اي حاجة حتى كتب على تويتر بعد انتهاء اليوم التاني انا عايز اي سيرفر اخر يتولى المباراة يعني يتقدم بانه يعني يتبنى الحدث بعيدا عن انشيز دوت كوم عشان انشيز دوت كوم مش عارفين يزبطوا المشاكل اللي عندهم التقنية اوكي يعني هذا كان ملخص الموضوع وماكملوش نتيجة هذه الغلطة السخيفة انيش جيري يطلع ويقول and now what ما الذي اثبته هذا الحدث هل عرفنا ان الحدث ده ان مارتينيز ما بيغيشش هل عرفنا ان فلاديمير كرامنك يعني فورما دلوقتي يعني اعمل يعني انتم في ايه الحدث اللي حصل ده دلوقتي يعني ما هو الغرب منه ماذا اثبت هذا الحدث يعني ماذا كشف ما احناش عارفين نوصل لكونكلوجين يعني الراجل ده غشاش يعني انت كده اثبت ما حدش حارف حاجة وتنتهي القصة لحد هنا رأيك في التعليقات واشوفك على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته